الخطأ كان هو استشارة جمال بالماضي في العضو والرئيس الفيدرالية رح يكون اللي رح يعمل معه هذا خطأ من بعض الأخطأ كذلك ربما أقول أنه رئيس الفيدرالية سيد شرف دي العمارة المستقيل ما كانش عنده شيء من الخبرة خاصة دوليا لأنه لما تكلم على الكولسة لأنه إفريقيا كلها كولسة ما نشي نقوله شراء الدمم بالعكس نحن نتكلم على الحماية على مرافقة المنتخبات الوطنية مرافقة كذلك الفرق اللي تلعب قاريا من بعض التعيينات في بعض الأحيان عشوائية في بعض الأحيان الناس تفتقد للحكام خاصة للحكام يعني ما هو مش حكام نزهاء خاصة في إفريقيا نظن أنه وحسب رأيي لما نتكلم على ونحاول نحمل المسؤولية لمسؤول على مستوى الفيدرالية لوحده تقد أن المستوى المسؤولية يتحمل لها الجميع لعبين طقم فلي طقم إداري رئيس فيدرالية كل هذه الأشياء لماذا كنا نتكلم أنه رئيس فيدرالية مهمته هي يعطى الإمكانيات للمنتخبات الوطنية يخي هكذا لماذا اليوم نقوله أنه المشكلة له عمارة لأنه الإمكانيات أعطاها للمنتخبات الوطنية خاصة للمنتخب الأول ضيف إلى ذلك لو نتكلم على تطوير الكرة المحلية الكرة المحلية بيشتورها لازم تبدأ تحفر من التحت فشل احتراف عشر سنة وثمينة ما هوش في يوم ما هوش في شهر ما هوش في سنة لأنه هذا المشكلة هذا راه تقريبا ثلاثين سنة أكيد هذا الغرض نعتقد وحسب رأيي المشكلة ليس إلا في شرف دين عمارة المشكلة أعمق من ذلك ويتحملها الكل